أما الآن فالثامنة صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا اتفضل يديك شكراً لك جومانا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان وذلك مع زيادة الاهتمام بتحسين أليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنية كما وجه رئيس السيسي خلاله كذلك بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمدير المدارس من شباب المعلمين وجه رئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعات الألومونيوم وذلك لدورها الحيوي في العملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير قطاع الأعمال العام وذلك لاستعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألومونيوم في مصر وأوضح متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي اطلع على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر الألومونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألومونيوم وخاماته فضلا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة وأيضا احتياجات السوق المحلي وأيضا في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستراض أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة والتي ستدخل طرق مصر مرحلة جديدة تواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطع وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكية أكد مدبولي على مراعاة التنفيذ طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يفتح عفاقا اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنياتها التحتية تواصل دونسيك والوهانسيك شرق أوكرانيا ومقاطعة زابورجيا وخيرسون جنوبها الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في حملة انطلقت في 23 من سبتمبر الجاري وستستمر حتى غدا وفي الوقت نفسه أكد الكريمليل أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء أو الاعتداء على المناطق المحررة الرغبة في الانضمام إلى روسيا ستعتبر اعتداءا على روسيا بما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين أن العالم لن يعترف باستفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا وأكد بلينكين أن الكييف الحق في استعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا شرق وجنوب أوكرانيا وفي الوقت نفسي أكد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لتثنيها عن خيار الحرب النووية قال الرئيس الأوكراني بلودامير زيلانيسكي أن قتالا عنيفا يدور مع القوات الروسية في العديد من الأماكن على امتداد خط المواجهة وأوضح زيلانيسكي أنه تم تحقيق نتائج إيجابية جراء تلك المعارك خاصة في مناطق دونسك وخاركيف وفي الوقت نفسه أكد زيلانيسكي أن الولايات المتحدة أرسلت نظامي دفاع جوي من طراز ناسماس إلى أوكرانيا فاز حزب فراتلي ديتاليا بقيادة جورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا ووفقا لعمليات الفرز فقد حصل حزب فراتلي ديتاليا على ما يتروح بين 22 و26% من الأصوات في حين يتوقع أن يحصل حليفاها الرابطة اليمينية وحزب فراز إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان وفي خطب مقتضب أعلنت جورجيا ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة والتي ستمثل جميع الإيطاليين تستعد اليابان لتشريع رئيس الوزراء السابق شنز أبي غدا الثلاثاء الذي اختلا في 8 يوليو الماضي واشددت تقيم إجراءاتها الأمنية حيث انتشرت دوريات الشرطة في عدد من المناطق المركزية بالمدن وكذلك في محطة السكك الحديدي الرئيسية كما ذكرت الحكومة اليابانية أن حوالي 6 ألاف شخص سيحضرون الجنازة بينهم أكثر من 30 من القادة الأجانب و14 من الرؤساء السابقين ختم موجات الثامنة فاصل عور لحظاكم لاستكمال باقي الفقرات صباح الخير يا مصر